انا هتكلم بشكل عام في موضوع الباسكت الباسكت انت عشان يبقى عندك منتخب ينافس الكبار انت كده باسم الله الرحمن الرحيم محتاج 6-7 لعيبة في الـ NBA ويكونوا لعيبة شايلة زي جنوب السودان كده انت مش هينفع تطلع او تنافس الكبار بالدور المحلي خلينا نقول ان الدور المحلي ناجح خلينا نقول انه عظم على العظم ولكن انت مش هتقدر تنافس النهاردة لوكا اللعيب السولفيني اللي بيلعب في منتخب السولفيني هو الوحد وشال فرقته وطبعا لوكا بيلعب في دلس وانتو عارفين يعني ايه وبيوصلهم دايما بلاي اوف في دلس فهو سوبر سوبر ستار جنوب السودان شرح انت شفتوا لعيب واحد اموت اللي كان معانا بيلعب بطوط افريقيا حاجة سوبر فانت لعيب واحد من جنوب السودان جي عمل معك فرق كبير جدا ما بالك بقى جنوب السودان دي النقطة الاولى ان انت عايز بسم الله الرحمن الرحيم 6-7 لعيبة بيلعبه في الـ NBA ودي القضية بتاعتنا اللي جاي عايز منتخب جامد في الباسكت اسعى وحارب ان انت تدخل لعبتك الـ NBA انت النهاردة كان جيلي كان صعب جدا يتعرف يروح الـ NBA النهاردة الـ NBA جات لك في NBA أفريقيا وبيقودها طبعا ومدير مكتبة هنا في مصر مصري طبعا بالطبع فاذا انت عندك الـ NBA جاه لكل بيت مصري ولكل بيت أفريقيا يعني هو اللي جاي لك اسعى بقى بالتنصيق مع المنظمة دي ان انت تودي لك 6-7 لعيبة انت كاتحاد لانه المصنع اللي هيخرج لك لعيبة نافس هو الـ NBA يبقى عندك 10 لعيبة تختار منهم 6 يجوا انت كده في الامان هتكسب وهتكسب فرقة كبيرة والموضوع ما بقى الصعب الدنيا قريبة انما بالدورة المحلة شكرا يعني انت هيبقى اخرج تكسب لبنان اخرج تكسب الإمارات انما عشان تكسب بقى الجبل لسود ولا تخش تكسب لتوانيا ولا تكسب الفرقة دي لازم يكون عندك 6-7 نار ده النقطة الاول النقطة التانية لازم تجنس بتقول لي يا كابتن اه تجنس الاتحاد الدولي سمح ليك ان انت تجنس لعيبة تجنس يعني ايه مش ان انت تجنس بالمعنى يعني لا بيديلك بطاقة ان انت تجنس لعيب فترة البطولة او فترة اللي هيلعب بيها بس ده اوبشان عمله الاتحاد الدولي وعلى فكرة دول كبيرة جدا عاملاه جنوب السودان اللي هي مش محتاجة جنسة لعيب نار حاجة بتلاتين بونت ولا 27 بونت المطش اللي فات وهي مش محتاجة جنوب السادة اللهم صلى على النبي يعني فرقة يعني تخض فانت من هكذا دول انت مش تحب تعمل حاجة فيعني المنتخب بأمانة ما قدي شكل كويس طب اكبر مكسب للبطولة ايه نهار ده هيبقى مين عم مطش جامد بالمعنى اكبر مكسب ليك في البطولة هو كريم حات لعيب وفيه بكسبة عديدة ولكن انت عشان تنافس بدون الورقتين دول NBA players وانت مش بعيدة انت تقدر في الوقت كالتحاد تدعم لعبتك اللي في الجامعات تدعمهم بشكل او باخر تعمل لهم اتصالات تتواصل مع مديرين اعمال ما عرفش تعمل ايه بقى بس في الاخر توصل 6-7 لعيبة في ال NBA لعبوا هو ده المصنع اللي هيطلع لك فرقة نار تجمعهم قبل البطولة تروح تكسب الجبل اسود عندهم لعيب او 2 NBA نار وبرضو يعني قطعونا في المطش فانت محتاج كده غير كده الدنيا هتبقى صعبة جدا بس المنتخب الحقيقة يعني انا شايف ان ده من افضل كقوس العالم اللي لعبها بقى امانة عشان بس ما بس مش الليفل اللي احنا عايزينه يقول لك ان شاء الله يوم الثلاث مع المكسيك نكسب ونبقى مع انجولا ولا كل مقام المقار ممكن القرعة تخدمنا ونطلع أولمبياد وده التصريح اللي اعلنه ويهاب امين انه قمنات حياته يلعب في الأولمبياد لان الأولمبياد بيبقوا 12 فرقة بس 12 فرقة بس اللي بلعبه الأولمبياد فانت لو لعبت الأولمبياد انت ترتيبك اوتوماتيك هاي 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 هترتبنا دلوقتي الخمسة وخمسين احنا بعيد جدا احنا بعيدين اه طيب انت عندك خمس لعبين مع المنتخب من نادي الاهل عمر الجندي هاب امين عمر طارق كريم حاتم عمر زهران اللي اتعور واحتمال كبير ما شاركش في المبرات دي ولكن احتمال كبير يشارك في المكسيك كل التوفيق واهم من هو يشارك اهم حاجة انه الحمد لله اصابته ومش اصابة كبيرة